وحي الكتاب المقدس وكله كان بتناغم وانسجام كامل ونبواتهم تمت ومنشوف حتى الترابط اللي بتحكي عنه يعني سفر التكوين سفر البدايات منشوف انه الفردوس المفقود في جنة عدن هو الفردوس المردود في سفر رؤية في الآخر كيف الله بجمع كل أحداث فهذا الترابط عجيب لازم يكون شخص واحد الكاتب وعدد كبير جدا من النبوات التي كتبها أشخاص وهم لا يعرفون عن ماذا يتكلمون بالتمام لكن هذه النبوات بالتمام تمت بعد مئات وممكن أكتر من ألف سنة تمت بالزبط كما كتبها شخص لم يراها ولم يتخيلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر